تعالوا كمان نروح لجايزة جلوب سكر فاكرين الجايزة اللي كل سنة الاهلي بيدخل فيها منافسة مع ريال مدريد مع برشلونة مع البي اس جي باريس سان جرمان مع منشستر سيتي النهاردة الصفحة الرسمية لجواز جلوب سكر اعلنت عن تواجد النادي الاهلي ومحمد صلاح لاعب ليفربول ضمن المتنافسين على جواز الافضل لعام عشرين اربعة وعشرين الحفل يقام باذن الله يوم سبعة وعشرين ديسمبر في دبي وهيقام على هامش مؤتمر دبي الرياضي وده النسخة الخمستاشر طبعا الاهلي داخل منافسة على بطلطين او على جايزتين اول جايزة قائمة بتضم افضل عشر اندي على مستوى العالم تبتتكلم على تالنطا الايطالي اتلت كومينيرو البرازيلي بوتافوغ البرازيلي اتل انتر ميلان الايطالي منشستر سيتي الانجليزي اولمبياكوس اليوناني باريسان جرمان ريال مدريد سبوردني جلشبونة والاهلي والعين الاماراتي ادي اول منافسة على اول جايزة الاهلي بينافس على جايزة افضل نادي على مستوى العالم لعام عشرين اربعة وعشرين طب الاهلي كمان بينافس على جايزة تانية افضل نادي في الشرق الاوسط بس مين اللي بينافس الاهلي على هذه الجايزة العين الاماراتي اللي الاهلي كسبه ثلاثية الهلال السعودي اللي الاهلي كسبه ربعية اتحاد جده السعودي اللي الاهلي كسبه ثلاثية ايضا والنصر السعودي دي الاندية اللي بتنافس الاهلي على جايزة افضل نادي في الشرق الاوسط اندية كبيرة على فكرة في منطقة الخليج العربي تحديدا في الامارات وفي السعودية ولكن طبعا الاهلي كان دخل فيه منافسة قوية جدا اخر 3 سنين مع العين والهلال والتحاد جدة وقس بالتلاتة بسكور يعني 4 و 3 لسه النصر مش عارفين بقى النصر ممكن نواكه فين بعد كده الفترة الجاية ولكن دي الاندية اللي هتنافس الاهلي على جائزة افضل نادي في الشرق الاوسط حاجة فخر كبير جدا ونحن نتكلم على كل المنافسات اللي ممكن الاهلي ناخل فيها الفترة اللي جاية سواء على مستوى البطولات او على مستوى حتى جوائز البطول